طويراً وتثقيفاً ورفعاً لمستوى الآداء للممارسين الصحيين والكفاءات الطبية في مجال العناية بالقلب انطلق المؤتمر العلمي الثامن لطب وجراحة القلب بحضور سمو نائب أمير القصيم والذي ينظمه مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم المؤتمر هو المؤتمر الثامن لمركز الأمير سلطان والمؤتمر له أهداف كثيرة أهمها ناقل الخبرة والتجربة والمعرفة إلى موظفين مركز الأمير سلطان الفنيين والذي بدوره ينعكس على خدمتهم للمرضى وأيضاً على منطقة القصيم والمناطق المجاورة لأن المؤتمر فيه متحدثين من داخل وخارج المملكة الهداف الأخرى هي تخريج طلاب والاحتفاء بهم استشاريين قلب في تخصصات الكبار والأطفال والتخدير يتضمن المؤتمر برامج مختلفة من محاضرات وورش عمل يقدمها متحدثين ومختصين خبراء من خارج وداخل المملكة يقدمون من خلالها عصارة خبراتهم العلمية والعملية هذه السنة عملنا شيء مختلف فعملنا احتمادات مختلفة للبرامج اليوم عنا فعالية المحاضرات اللي هي محاضرات قصيرة بتخص جراحة وباطني القلب وأحب أضيف اليوم غرجنا دفعة من الأطباء زمالة للقلب الكبار زمالة قلب الكأس الأطفال وفخورة جدا بتمريض القلب اللي هو طبعا سنتين وهذا الحمد لله نحن الوحيدين اللي بمنطقة القصيم من نعمل هذا البرنامج للإخبارية سامي الشبرمي بريدا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر